اهلا بكم مشاهدين الى برنامج لقاء خاص يسرنا ان نلتقي الاستاذ ابراهيم العجلوني الاديب والمفكر والكاتب الصحفي الاردني المعروف مرحبا بك استاذ ابراهيم معنا الى هذا اللقاء الخاص على قناة رافدين حياك الله اهلا وسهلا اهلا بك استاذ بداية حدثنا عن بداياتك الاكاديمية والمهنية والعملية نعم الحقيقة انا ناحي الاكاديمية انا خريج لسانس لغة عربية اداب ثم يعني مضيت في برنامج الماجستير في الفلسفة ولكني يعني تأبيت على اساليب التدريس وتركت قسم الفلسفة وخلال شهر كنت اهديهم كتابي في الفلسفة والخطاب القرآنين ثم اعتمدت على نفسي في الثقافة وبالتثقف والتعلم ومضيت عصاميا على هذا على مدى هذا العمر وبحمد الله يعني انجزت اربع واربعين كتابا في شتى حقول الثقافة والادب وعملت في مناسب او في يعني اماكن متعددة كنت مستشارا في وزارة التعليم العالي وكنت مستشارا في مركز درسات الرأي وكنت رئيسا للقسم الثقافي في الاذاعة الادنية فترة وكنت ايضا مسؤولا ثقافيا في جريدة الرأي لمدة روح قرن او اكثر وكاتب زاوية يومية ايضا بعنوان افق في جريدة الرأي لمدة 25 عاما وشغلت اشياء اخرى ايضا ولكن هذا يعني وجه عام يعني هذه اهم الاشياء التي قمت بها نعم خلال هذه الفترة كيف تنظر الى الواقع ثقافي العربي وايضا في الوقت الحالي والله يشوف انا اعتبر نفسي تلميذا لذلك الرعيل الاول الذي كان موجودا وحاضرا في مطلع القرن العشرين فانا اعتبر نفسي من تلامذة الرافعي والمازني والعقاد وطه حسين واحمد امين والبشري وهذا الرعيل من المفكرين وتأثرت باساليبهم وبخاصة العقاد رحمه الله ثم كان مبلغ تأثري ببعض الكتاب انني اخرجت كتبا على بنفس اسماء الكتب التي اخرجوها مثلا للرافعي رحمه الله كتاب وحي القلم ثلاثة مجلدات انا اصدرت كتابي وحي الافاق في ثلاثة مجلدات ايضا هذا مقتبس من لا لا مش مقتبس هذه المقالات مني نعم ولكن لان كان لي زاوية اسمها افق في جريدة الرأي لمدة ربع قرن اخترت من هذه الزاوية ما مكنني من ان اخرج هذه الثلاثة اجزاء بعنوان وحي الافاق ثم اني كتبت كتابا بعنوان في مرآة الاسلام على غرار مرآة الاسلام لطه حسين ثم اني اصدرت كتابا بعنوان سوان الاحزان على غرار رسائل الاحزان للرافعي ثم اني اصدرت كتابا بعنوان كتب وشخصيات ونفس العنوان كان لسيد قضب رحمه الله فانا كنت مغرما ولكن لاثفت لنفسي اتحدى نفسي انني استطيع ان اتي بشيء لم يذكره هؤلاء العباقرة لمعنى انني لست ظلا لهم ولكن قد اكون امتدادا صغيرا لهم نعم ثم تواصلت توالت الكتب الحمد لله ويعني اعتبر نفسي وانا الان في الرابع والسبعين انني لم انجز الا ما يقارب 20 الى 30% مما كنت اطمح اليه وما زلت تصدر الكتب الى الان الحمد لله انا صدر لي كتاب الاخير رقم 44 صف الاعتبار في حصائد الانظار ويتضمن شيء من الكلام حول فكرة رئيسة وهي ضرورة ان ننتهي من واقعة الانبهار بالغرب الانبهار بالغرب هذا عجز لا ينبغي لمسلم او عربي ان يمارسه لان العربي اذا خرج من مشكات القرآن وخرج تلميذا لأولئك العباقرة في اصول الفقه واصول الدين والبناغة العربية وعلم الكلام وما الى ذلك يعني لا ينبغي عليها ان يصغر اكتافه امام اي حضارة اخرى هذه الفكرة الرئيسية في الكتاب فضلا عما فيه من كتابة على غرار نمط المقامات الهمذاني وكليل ودمنا في نوع من الادب الرمزي السياسي الا انني حقيقة الان يعني اعكف او عد التنازل يبدأ لكتابين اثنين اراهما اخر ما ساختتم به حياتي ان شاء الله وهما كتابي بانوان محمد رسول الله والنخب الاوروبية المستنيرة والكتاب الثاني وهو الرجعية الماركسية واصولها الوثنية واللهوتية وهذان كتابان اودعوهما هذه الحياة ان شاء الله وعسى ان يكون صفحات بيض عند الله سبحانه وتعالى نعم ما ابرز ما تتضمنه هذا الكتاب نعم كتاب عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اريد ان اقدم الرؤى التي كانت متوافرة لدى نخب المفكرين المفكرية عصر الانوار الاوروبي ازاء شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام لاتبين ايهم كان منصفا وايهم كان ظالبا فمثلا جوتة الالباني له كتاب الديوان الشرقي للشعر الغربي وفيه قصيدة في رساء شهداء بدر وفيه قصيدة في مدح سيدتنا فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه قصائد اخرى واضح تأثر فيها بالنص القرآني حتى قيل انه وجد ريشة نعام في المصحف فقال اي مأوى اويت اليه وكان يحتفل بليلة القدر ويقول هذه اعظم ليلة عرفها التاريخ البشر هذا جوتة الالماني اما مثلا فكتر هويغو فكتر هويغو اسلم قبل وفاته بسنتين وكتب قصيدة العام التاسع يتحدث فيها عن خطبة الوداع على عرفات لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأسلم عن طريق احد المتصوفة المغاربة وحاولوا بعض الماسونية في باريس ان يخفوا هذا يعني وسارعوا بدفنه في مقبرة العظماء في باريس دون ان يشار الى هذه الواقعة الخطيرة واقعة اسلام فكتر هويغو تولستوي تولستوي له كتاب حكم النبي محمد اختار 40 الى 50 حديث نبوي ووقف ازاءها ووقفة المتدبر وتحدث وتجلى تجلياته الروحية ازاء هذه الاحاديث الشريفة ثم يقال انه اسلم وانه هذا بعض من اسباب اضطهاده في اخر حياته حتى انه توفي في محطة قطار غريبا بعد ان تنازل عن كل اطيانه واماله للفقراء والمساكن ايضا الكاتبة كارين ارمستونغ البريطانية وكانت راهبة وكتبت كتابا جميلا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وانصفته انصافا عظيما ودافعت وردت كثيرا من الشبهات التي قيلت حوله ثم عندك الكاتبة الالمانية ماري آني آني ماري شيمل وهذه كتبت كتاب بعنوان واشهد ان محمد رسول الله وقيل انها حين قبل وفاتها اوسط بان يقرأ القرآن الكريم على جثمانها قبل دفنها ودعك طبعا من مراد هوفمن الذي كان سفيرا لالمانيا في اليزائر واسلم دعك من روجي قارودي الذي اسلم واضطهده الفرنسيون وحرقوا كتبه يعني هذه مواقف النخب الاوروبية طيب ما الاسباب وراء تأثر هؤلاء بالاسلام برأيه؟ الحقيقة هو بعد أن مضت فترة العصر الأنوار يبدو أنه تركوا كل ما له علاقة بالاضطهاد الكنسي للمفكرين الأحرار في أوروبا فأصبحت عقولهم حرة تنظر فيما تشاء نظر موضوعي عقلاني فرأوا أمامهم هذا الإسلام الذي صور بتصوير شائه ثم أنصفوه يعني كبارهم أنصفه وأدركوا هذه المزايا التي في هذا الكتاب وهذا الرؤى الإسلامي الشاملة والإنسانية التي فيه فيبدو أنه كان هناك ردة فعل وبخاصة على الاستشراق الاستعماري لأن الاستشراق الاستعماري قدم صورة شائها للإسلام وكأنها صورة فقط جاءت لتبرير الحروب الصليبية على الإسلام من الذي بدأ بالاستشراق؟ والله هو الاستشراق بدأ مبكرا يعني كما يقول الأستاذ محمود محمد شاكر في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا يقول أن الاستشراق بدأ من زمن الحروب الصليبية يعني في الفترة التي بدأوا يدرسون فيها تاريخ الشرق وعراف الشرق وعادات الشرق تمهيدا لغزو الشرق فهي تعرف مراحل الصدام مع أوروبا الصدام العربي الإسلامي كثيرة منها أيام البيزنطيين ومنها أيام الحروب الصليبية ومنها أيام الاستعمار الحديث فهم الاستشراق عندهم نزعة يعني هدفها الرئيسي هو خدمة الاستعمار ليس هناك يعني سبب موضوعي لدراسة الشرق للاقتراب منه لفهم شو هذا الشرق ولذلك لما كتب إدوار سعيد كتابه الاستشراق فضح هذه النزعة لأنه أرادوا أن يجوهروا الشرق من حيث هو حالة متخلفة الشرقي لا علاقة له بالتحليل العقلي الشرقي لا علاقة له بالفلسفة أو بالمعاني الكبرى الشرقي حسي يعني عزل الشرقي دائما دائما وضعوا في مثابة حابطة حابطة نعم ولكن جاء بعض الناس لكن تأبوا على هذا ما عدا فولتير الذي يظن أنه فيلسوف تنوير وأنا أعتقد أنه فيلسوف ظلامي لأنه كتب مسرحية بعنوان محمد هجى فيها الرسول واتهمه بأنه يعني يتلمض لأكل اللحم ولهدر الدماء وأنه هاجم مكة بعد تركها 15 عاما هاجمها وأقام بملبحة كبرى وهذا عكس التاريخ الرسول دخل مكة وقال ذهبوا فأنتم الطلقاء فالحقيقة كان هذا أراد التشويه الحقيقة أراد التشويه وأخذ جائزة سنية من البابا في زمنه أرسلوا جائزة وشكروا على هذه المسرحية فتبين أن هذا الذي يظن أنه فيلسوف تنوير هو الحقيقة فيلسوف ظلامي وتناقضات وضحوا وأنا أفردت فصلا في الكتاب لتناقضات فيلسوف التنوير هذا المزعوم يعني هذه بعض ملامح من هذا الكتاب والكتاب الثاني الكتاب الثاني يعني هو وقوف منطقي وعقلاني وعلمي في مواجهة الدعوة العريضة للشيوعيين بأنهم تقدميون الذي يسير بالإنسان في خطأ التقدم والترقي الروحي هي الروح هي الروح والعقل والنفس المشاريع لا المادة المادة ظلامية المادة ترزح بالإنسان المادة تجذب الإنسان إلى الوحل لكن الروح هي رائدة للإنسان في تمرده على كل ألمع الظلم وفي نجدانه للأنوار والتقدم فهذه الفكرة الحقيقة بدأتها أنا منذ مجمع نيقيا الذي عقده القسطنطين عام 325 للميلاد في هذا المجمع أقر الثالوث الكنسي وجاء الجدل الهيقلي لمحاولة إيجاد معاهد المنطقي للثالوث الكنسي النيقاوي فالدعوة الأولى أو الطرح الأول في منطق الجدل عند هيقل هو الله سبحانه وتعالى بمعنى المطلق اللامحدود الله اللانهائي ثم النقيض اللي هو الإنسان المحدود الفاني ثم يأتي الكمبرمايز أو الحالة التركيب المركب الوسط منهم وهو السيد المسيح الذي هو لهوت ونسوت في آن واحد هذا الجدل الهيقلي جاء تبريرا لأنه كان هيقل بصدد أن يكون شماس في كنيسة وراءه ورجل دين ودرس في تومبينغونت في شتوتغارت وفي ألمانيا درس الدراسة الكنسية يعني يريد أن يكردس نفسه رجل دين مسيحي فأراد أن يقوم بإيجاد معادل منطقي للثالوث النقاوي الذي فرضه قسطنطين فرضاً وقتل الموحدين في ذلك المؤتمر يعني كان هناك آريوس الموحد قتل آريوس وأول حملة صديبية على بلاد الشرق مرت بآسيا الصغرى فقتلت ثلاثين ألف من أتباع آريوس الموحد وهو أنا أعتبره أول شهيد في الإسلام إن صحة تعبير فهذا الكتاب منذور لبيان أن هذا الفكر الجدل الماركسي ليس إلا إنعكاس للجدل الهيقلي فبدل أن يكون المطلق هو الله سبحانه وتعالى أو الفكرة كما هي عند هيقل أصبح المطلق هو المادة وبالتالي أصبح عبارة عن جدل لهوتي مادي فلذلك مثلا بيرتن درسل في كتابه تاريخ الفلسفة الغربية يقول لا تختلف الماركسية عن أي دين فيها شيطانها اللي هو الرسمة العالمية وفيها الجلنتة الموعودة البوريتاريا وفيها إبليسة وفيها كذا يعني يضع الأمر يعني فعلا هذا لهوت ولكنه لهوت مادي كما يقول مفكر عندهم ما هو اسمه فيورباخ فبالتالي نحن المبهورون أو يعني يريد الماركسيون في العالم العربي أن يوهمون بأنهم هم التقدميون وأن الآخرون هم رجعيون لأنهم لهم فكر مثالي أو فكر روحي أو كذا والعكس هو الصحيح لا يجعلك متأبيا على الذل والظلم والعبودية إلا روحك المتمردة على كل هذا الروح هي قائدة المرء في طريق التقدم المادة تهبط للإنسان وتضعه في دائرة ضيق العطن يصبح فيها ولا يمكن أن يفكر التفكير حر رائد هذاني تقريبا هذه فكرة عن الكتابين تمام أستاذ إبراهيم لديك يوميات عراقية نعم صدرت في العام 1990 نعم ما الذي تضمنته يا سيدي كتاب يوميات عراقية الحقيقة يتضمن ثلاثة أجزاء الجزء الأول هو الحالة العراقية وسيناريوهات المستقبل لأنني كنت أقول فيها أن العراق مهيئ لأن يكون قوة عظمى والمستقبل للعراق وبالتحالف مع ضحايا الصهيونية في العالم يعني بمعنى الألمان كانوا ضحايا ودفعوا أثمانا كثيرة والعرب بقية العرب والفلسطينيين ثم العراق بما يمثله من نهضة الأمة واسترجاع لذاكرة الحضارية فالعراق مهيئ لأن يكون قوة عظمى ولكن ليست قوة ظلامية قوة منها الدور والسلام والثقافة وانت تعرف أن العراقيين يعني كان الكتاب يطبع في مصر ويطبع في بيروت ويقرأ في العراق فالعراق كان رائد الأمة وفيه آلاف العلماء الذين الصهيونية لاحقتهم وقتلتهم وكان لي محاضرة مرة في هيئة علماء العراق حول الشهيد الراوي العالم العراقي يعني الحقيقة كانوا يتتبعون العلماء العراقيين حيثما ذهبوا في العالم ويقتلوهم وهذا دليل على أن الغرب والصهيونية يخافون من نهضة العراق ومن قيادة العراق للأمة لذلك هم أرادوا أن يقسموا ظهر العراق ولكن العراق بإذنه تعالى سيتعافى ويتعافى من قريب رغم كل هذا الكيد في يوميات عراقية أنا أثناء الحرب الغربية العالمية ضد العراق كنت أكتب زاوية اليومية في جريت الرأي فذهبت إلى رئيس تحرير القتل وأنا يوميا أنا عندي يعني فيض من المشاعر باتجاه العراق فأرجو أني أكرس أن هذه الزاوية أفق كلها فقط للعراق خلال هذه المعركة فكتبت ثلاثين زاوية كلها موجهة حول هذه المعركة أمتي أمتي الآن مهددة بالخطر كانت في عام 1990 إبان العدوان على العراق إبان نعم لكن جمعتها أنا بعد إذن جمعت هذه اليوميات مع كتابة كلام ما كتبته عن السيناريوهات المستقبل والعراق وكتبت افتتحت الكتاب بأنه حوالي 200 من حرائر العراق روينا أنفسهن في دجلة حتى لا يقتصبن عرفت كيف؟ على جسر الجسر المنصوب على دجلة وهذا يدل على أن العراقي عنده الشرف العربي أهم شيء في الوجود فهذه المشاعر هي اللي كانت وراء هذا الكتاب أيضاً أستاذ إبراهيم أشياء أخرى ذكرتها في كتاب يوميات عراقية كنت تتطرق لها يعني عموماً كل ما كان له علاقة بنهوض بروح الأمة وعدم الاستكانة لهذه الواقعة لأنه كما يقولون الكثرة غلبة الشجاعة يعني التحالف الثلاثيني يهاجم العراق وأول ما يدمر في العراق يدمر مكتباتها ومتاحفة والروح العضرية فيها هذا الذي كان يثير غيظهم لا يريدون لهذه الأمة أن تنهب فبالتالي كان هو التركيز الرئيسي على أن لا يعترينا القنوط أو اليأس فالحقيقة يعني الذين قالوا لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لهم فخشوهم الحقيقة لا رغم هذا الجمع العراق بقي صامد وبقي الآن أنا برأيي كل المؤامرات الآن الموجودة لتفتيت الوحدة العراقية هدف الرئيسي أن لا يكون نهوض لأمة العرب والمسلمين لأنه لن تنهض أمة العرب والمسلمين إلا بالعراق هذه قناعة نعم أستاذ تجولت في ثقافة الشعوب وأديانها ما الذي أثار اهتمامك والله شوف سيدي أنا بأعتقد في كتابي الأخير صفول الاعتبار في معنى الإسلام هناك فصل في معنى الإسلام أنا أعتقد أن الإسلام هو دين الأرض كلها منذ آدم إلى آخر نبي وما من أمة إلا خلفيها رسول وبالتالي كل أمم الأرض جاءها أنبياء وجاءوها بالإسلام وبالتوحيد لكن حين يتراخ الزمن وتكون الشقة بعيدة بين الرسول والنبي ورسالته وثم يصبح بعدها فيه هناك خرفات دخلات وأساطير ويعني أشياء أبعدت الناس عن الدين الحق ولكن دين الحق ظلب حتى نهاية الرسالة الخاتمة الرسالة سيدنا محمد فكل أمة فيها أثارة من الإسلام يعني البيروني حين كتب كتابه تحقيق ما للهند من مرذولة في العقل أو مقبولة كتب عن الهندوس والبراهميين وكذا وقدم صورة عن رؤيتهم لله سبحانه وتعالى في الذات والصفات فحين تقرأه أنت تقول يا إلهي هذا عندنا نحن المسلمين لكن كيف عندهم ذهب مع الزمن وتراخل السنين والعقود بدأت تتشوه الحقائق لكن الإسلام جاء لنفذ الغبار عن كل هذا وتقديم التوحيد خالصا للأمم فكل الأمم أنا باعتقادي هي مسلمة باعتبار أنه ما من أمة إلا خلفها رسول فالمسلم حين يأتي إلى العالم ويقول أنا يا قوم أأتيكم بدينكم الأصلي أنا أأتي للهنود للصينيين للأميركان للأمم كلها أنا لا أأتيكم بغير دينكم الأصلي الذي يعني علاه الصدأ وعلته الأتربة أنا أنفذ الغبار وأزيل هذا الرين من أجل أن أقدم لكم الدين خالصا متجوهرا لامعا بريئا من كل أذى فبالتالي الأمم في اعتقال دعوة الإسلام هي دعوة لإزالة الغبار لعادة الروح البشرية والفطر الإنسانية إلى حقائقها الأولى نعم أيضا عملت في مجال الصحافة والإعلام لسنوات طويلة ما هي أبرز المحطات التي أثارت انتباهك وكنت تطمح لي أن تقدم فيها الأكلة والله أنا يعني اتفق لي أن عملت رئيسا للقسم الثقافي في الإذاعة الأردنية عام 79 وحرست على أن أطور العمل بحيث أنه كانت هناك حوالي ثمانية برامج للثقافة فجعلتها عشرين أو أحد وعشرين وحرست على أن تكون متنوعة مثلا كان ممن يكتبون البرامج المرحوم الفيلسوف الأردني الراحل الدكتور سحبان خليفات كان يكتب برنامج محاورات الحكماء الدكتور إنقولة زيادة يكتب مدن عربية أو مدن أردنية في الأدب الشعبي في الأقلام الواحدة لم نترك شيئا إلا قمنا بمواجهته ثقافيا ولكن لم تطل تجربتي في الإذاعة ثم ذهبت إلى الصحافة وبدأت أنا في جريدة الرأي مسؤولا عن صفحة آراء حرة ثم استلمت الرأي الثقافي والرأي الثقافي كان عبارة عن ملحق أسبوعي في حدود ثمانية صفحات ونستكتب فيه كبار مفكري الأردن والعالم العربي واستطعنا أن نقدم صورة عن حركة الثقافة في الأردن وما أمكننا في العالم العربي مثلا أنا استكتبت مثلا حين توفي رحمه الله العلامة محمود محمد شاكر في مصر قمنا بإنجاز ملحق عنه كتب فيه الدكتور ناصر الدين الأساد الدكتور إحسان عباس الدكتور أسعد عبد الرحمن لم أدع مفكرا يعني ذا شأن وذا ثقل إلا واستكتبته في هذا الملحق فخرج وكأنه يعني خارج عن الطور يعني احتفي به احتفاءا خاصا وخاصة في الجانب الأكاديمي ثم حرست على أن يكون للأسادة الجامعة حضور في الملحق الثقافي طوال هذه السنوات التي كنت فيها مسؤولا قبل أن أتسلم الزاوية اليومية أفق التي استمرت ربع قرن في جريد الترأي نعم إذن نذهب أستاذ إلى فاصل ثم نعود لإكمال اللقاء الخاص مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير نعود بعده لإكمال الحوار أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى لقاء خاص عدنا ثانية بعد الفاصل في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ إبراهيم العجلوني الأديب والمفكر والكاتب الصحفي الأردني المعروف مرحبا بك ثانية أستاذ إبراهيم حياكم الله أهلا بك لديك الكثير من الدواوين الشعرية والمؤلفات الكثيرة المتنوعة نعم حدثنا عن هذا التنوع الحقيقة أستاذي أنا بدأت شاعرا نعم ثم ملت إلى القصة القصيرة نعم ثم كتبت الرواية وكتبت المسرحية وبآخرة يعني في السنوات الثلاثين الأخيرة من عمري أنا عمري الآن أربعة وسبعين عاما توجهت نحو الدراسات الفكرية والفلسفية وذلك أنني منذ تأبيت على المناهج الأكاديمية الدراسية في الجامعة ورفضت أن أسلك هذا السبيل السبيل الأكاديمي في الفكر الفلسفي آثرت أن أكون عصاميا ثم بدأت أذهب إلى النصوص الرئيسية المنابع الرئيسية للفكر يعني مثلاً لابد أن تقرأ جمهورية أفلاطون وكتاب السياسي لأرستو ومحاورات أفلاطون في أغلبها وبخاصة ما تعلق باللغة أو تعلق بالصفستائيين أو ما إلى ذلك ثم ذهبت إلى نصوص الفلسفة الرواقية ماركوس أوريليوس أوبيثيوس أوبوتكتوس القديس أغسطينوس وإلى ذلك ثم عدت إلى أبناء أمتي الذين قرأوا الفلسفة مثل الفرابي وبنسينة والكندي وغيرهم ثم عدت إلى النبع الأصلي وهو القرآن الكريم فتبين لي أن كثيراً مما نراه حكمة بالغة عند الأمم هو موجود في أيسر سبيل وفي متناول يد العقل المسلم وذلك من خلال القرآن الكريم فمثلاً على سبيل المثال قرأت تاريخ الفلسفة الغربي لبيرتان درسل وهو ثلاثة منجلدات وقرأت له كتابه تحليل العقل وكتابه لماذا لست مسيحياً وكتب أخرى كثيرة عن رسائل الفلسفية وما إلى ذلك فتبين لي أنه حتى حواراته مع بعض رجال الكنيسة تبين لي أنه هذا الذي يعني يظهر لنا بمظهر الإعجاز أو المعجزة الإغريقية وقد ثبت أن لا يوجد معجزة المعجزة الحقيقية في تاريخ الثقافة العالمية المعجزة الإسلامية الإغريقية لست لأن الإغريق كانوا تلامذة للشرقيين ولا أفلطون ولا أرستو ولا غيره ولا غيره إلا جاءوا إلى سور وصيدة وإلى مصر وبكثوا في السنين في مصر وتأثروا بالثقافة الشرقية سواء كانت عند الكنعانيين والفينقيين أو عند البابليين أو عند المصريين والفراعين فبالتالي ما يسمى بالمعجزة الإغريقية كما يذهب أحد الباحثين الأمريكان له كتاب يسمى أثنى السوداء يقول يا أم هذا كل هذه الحضارة بتفسرها بالرجوع إلى أصولها لكن كيف لك أن تفسر أمة خلال مئة عام فإذا بها تفرد جناحيها على الأرض شرقها وغربها وتقدم مئات 20 مليون 30 مليون 50 مليون مخطوطة الآن موجود مش محققة باللغة العربية وبعض المخطوطات تبلغ 20 مجلدة إذن هذا كان ثمت معجزة في تاريخ الحضارة الإنسانية فهي المعجزة العربية الإسلامية هذا اللسان العربي المبين الذي تبلغ مفرداته 12 مليون ونصف مفردة فإذا ألغينا نظرية المترادفات بمعنى أن لكل مفردة دلالة خاصة بها فهذا يعني أن أغنى اللغات دلالة في العالم قاطبة هي اللغة العربية وإذن هذه لغة مهيئة لتلقي الوحي من جهة ثم لأن تكون لغة العالم ولغة الفكر ولغة الإنسانية بشمولها ولكن للأسف نحن نعيش ألوانا من الهمال السياسي في العالم العربي حالة دون أن تتفجر هذه العبقرية العربية الإسلامية ودون أن تأخذ مداها في العالم وتبلغ أقصى وجودها وحضورها نعم إذن أمة اقرأ لا تقرأ لا تقرأ أو تقرأ القليل نعم ما الأسباب برأيك وراء ذلك؟ يا أسيدي أول تعليم إلهي نزل إلى رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام لم يقل له الله سبحانه وتعالى صلي ولم يقل له صم ولم يقل له جاهد ولم يقل له ابن مجتمعات ولم يقل أي شيء قال له اقرأ فأول فريضة في تاريخ الهدي المحمدي والإسلام القراءة هي القراءة نعم لذلك لا نعجب إذا كتب الأستاذ العقاد كتابه التفكير فريضة إسلامية وهو من أجمل الكتب حقيقة شيء فالمؤسف له أن نحن غابت عندنا فكرة الأسباب والمسببات يعني كان في العصور المزدهرة للإسلام كان من يقرأ ويتثقف ويسير مسير العلم تكون له منزلة في المجتمع هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون القاتل لا يستوون لكن في مجتمعاتنا الآن يعني أنت حين تستخدم عمرك نصف قرن وأنت تقرأ وتكتب وتهذب روحك وتوسع عفاقك ثم لا يكون لك المكانة اللائقة بك في المجتمع وبالعكس تدفع إلى الزوايا المظلمة لأنك لا تريد أن تنافق ولا أن تحابي ولا أن تبيع أمتك بأرخص الأثمان هذا السبب أن القضي يكون السببية ملغة في حياتنا الثقافية والاجتماعية لذلك ينافق قليلاً وتصعد به المراقي يكون صريحاً بعض الشيء لا بد أن يذاد للأسف هذا هو واقع أستاذ إبراهيم ذكرت في مقدمة الحديث أنه لا يجب أن نتأثر بالحضارة الغربية الآن لدينا شباب يتأثروا والجيل المقبل كثير التأثر بالإنترنت وكثير من ما أرسله إلينا الغرب كيف تنظر إلى ذلك؟ هو سيدي أنا يعني على وجه التحديد لم أقل لا نريد أن نتأثر بالحضارة الغربية قلت لا نريد أن ننبهر التأثر شيء طبيعي في الحياة كل أمة تتأثر بالأمة أمام الأخرى وبالعكس قد يكون هذا سبيل لتلاقح الأفكار والنموه الذاتي للأمة التأثر مطلوب لكن الإنبهار مرفوض لماذا أنبهر أنا بفيلسوف مثل بيرتندرسل وأنا عندي ابن سينا مثلاً لماذا أنبهر بأي نص فكري أو أدبي وعندي القرآن الكريم والحديث النووي وعندي أساطين البيان الجاحظ عندي خير من كل فلاسفة التنوير الأوروبيين أبو حيان التوحيد أين له مثيل؟ كل محاورات أفلاطون وأرستو إذا جمعتها ومحاورات الحضارة الإغريقية مع الإمتاع والمؤانسة والمقابسات لأبي حيان أين سيكون حجمها؟ إذن أنا لا أنبهر أنا رجل أخرج من مشكات القرآن ومن مشكات الأدو العربي وهذه الأمة العظيمة إذلك ما برمواطي كما يقال الإنسان لا أصغر أكتافي هذا المقصود أنه لكن التأثر مطلوب نحن نتأثر لكن نتأثر نستوعب ونتجاوز أنا أؤمن بنظرية الاستيعاب والتجاوز أستوعب المعطى أو المنجز الحضاري الغربي المعرفي ولكني أتجاوزه برؤية القرآنية القرآن رسم لي أفق مثل القوس القزح أفق واسع جدا لا بأس أن أؤثث أنا هذا الأفق متأثرا بأي شيء لكن يبقى الأفق والأفق القرآني لا أفقد أصالتي وهذا هو مقصود يعني نأخذ الأشياء الجيدة ونرمي الأشياء السيئة طبعا هو الحكمة ضالة المؤمن لذلك أنا لا أقول أن الفكر الغربي كله ساقط لا هناك مفكرون رائعون هناك مفكرون يعني تنحن القامة لهم ولكن أنا باعتبار إبن حضارة حضارتنا لم تنهزم على فكرة الذي يقول إن الحضارة الإسلامية انهزمت هو مهزوم في داخله الذين هزمهم السياسيون العرب فقط الهمال السياسية هي اللي نزلت رؤوسنا في الأرض لكن حضارتنا رافعت الرأس حضارتنا لم نجد حضارة إنسانية في الوجود مثلها انظر إلى صلاح الدين أيوبي حين دخل القدس في الحروب الصليبية منتصرا كان حريصا على أن يأتي لأحدى النساء فقدت ابننا أن يأتوا بابنها الصغير إليها ولم تنزل قطرة قطرة دماء واحدة لم تسفك قطرة دماء واحدة لدى دخول صلاح الدين على حين قبل لما دخل الصليبيون سبعين ألف إنسان قتلوا في القدس كانت الخيل تخوضوا في الدماء الغرب هذا المتوحش الليبرالية الآن الليبرالية المتوحشة هي وريثة الصليبيون الذي يدعي الحضارة الذي يدعي الحضارة وهذا ليس موجود حقيقة فنحن بحاجة لعادة الموازين إلى نصابها الحقيقي احنا أمة العالم كل تأمر عليها لا يريدون لهذا النور أن يشع لأنه إذا شع نور العروبة والإسلام في العالم وأنا لا أفصل بين العروبة والإسلام أنا من الذين يعتقدون أن المسيح العربي هو نصف مسلم وأن المسلم العربي هو متضمن في عباءة الإسلام المسيحية والموسوية أيضا لذلك نحن في الإسلام آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وسيدنا الرسول قول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى وبعدين الذي لا يؤمن بسيدنا المسيح ليس مسلما الذي لا يؤمن بسيدنا المسيح ليس مسلما الذي ينكر أي من الأنبياء ليس مسلما إذن هذا الإسلام هو الدين الخاتم الدين الذي يضم في عباته كل الأذى الأشمل والأوسع نعم الأشمل والأوسع والممثل لروح الإنسانية كاملة لكن نحن هي قضية ناجحة ومحامون خاسرون أنا ألخص يعني ما نحن فيه نحن نعيش حضارة غير مهزومة بحمد الله لكن يعني حضارة قد اعتمروا بها ولكن نحن نعيش حالة من الهمال والتمزق السياسي هو الذي أودى بنا وأصرنا إلى هذه الحالة للأسف لكن يعني قريب النهوضنا بإذنه تعالى لا نستيس نعم أستاذ أيضا ننتقل إلى قطاع التعليم العالي عملت مستشارا في هذا القطاع نعم كيف تنظر إلى التعليم عموما في عالمنا العربي والله أنا كنت مستشار تقريبا مرة بستة وزراء تعليم عالي وللأسف أنا تقدمت بخطة أثناء وجودي في الوزارة بخطة ثقافية شاملة للتعليم العالي وكنت أريد أن يكون هناك مادة ثقافية تعتبر مادة متطلب جامعي بمعنى الذي لا ينجح في هذه المادة لا يكون له تخريج والمادة تقدم الأبعاد كاملة للهوية الثقافية الوطنية نحن في الأردن ما هي أبعادنا أبعادنا العروبة والإسلام والإنسانية فإذا لم نتمثل هذه الأبعاد في ثقافة الوطنية كيف سنتمثلها إذن؟ فكان لي مثل هذه الخطة والأسف كان هناك لجنة الحقيقة الدكتور عوض الخليفات كان هو وزير التعليم العالي فشكل لجنة أذكر من أجل دراسة هذا الأمر واستمرنا ستة أشهر تقريبا ثم انحلت اللجنة ولم نصل إلى قرار أنا أؤمن أن التعليم العالي في بلادنا العربية عموما يمر بمأزقنا خطير ذلك أننا نتأثر بالغرب ذلك التأثر السلبي الذي أشرت إليه آنفا بمعنى أننا لا نفيد من المناحي الأكاديمية التي تهيئ للعقل الإنساني مزيد من آفاق النظر وتزود بمناهج التفكير ولكن نلجأ إلى التلقين عندنا التلقين وثم الحفظ والعادة حفظ على ورقة الامتحان ثم الآن أصبح هناك تيسير للأمور يعني لا توجد صلابة في الدراسة الأكاديمية يعني أنا أذكر عهدا الدكتور شكري فيصل رحمه الله لما كتب عن الاتجاهات الأدبية رسالة مجستير قاموا بها في مصر بقي ست سنوات حتى أنجزها في الغرب كما يقول الأستاذ هشام شرابي طبعا توفي رحمه الله في كتاب له اسمه الذكريات الجمل والرماد أو ذكرات متقف عربي يقول إن الطالب إذا كان أمريكيا بقي ثماني سنين ذأبا يدرس ويتعلم اللغات اللاتيني واليونان القديم والإنجليزيات وحتى يصل إلى درجة الدكتوراه أما إذا كان الطالب من العالم الثالث أو من العالم العربي فيوسرون الأمر له بحيث أنه ستة أشهر سنة بأقصة يكملها بسرعة ويكتب على الشهادة Not to be used in USA يعني هذه لا تستعمل في الولايات المنتحية هذه فقط للعالم الثالث دعهم يظنون أنهم علماء دعهم يظنون أنهم أصبحوا مفكرين وليربوا أجيالهم على هذا النمط فللأسف أنا لا أبرأ الأمر من اعتمار عالمي بالعقل العربي لأنهم يخافون أن يتفتح العقل العربي الحديث على عظمة الإسلام ومناهج النظر في الإسلام ومناهج الأصليين الإسلاميين ثم يواجه العالم مواجهة أصيلة يخافون من ذلك لذلك يبادرون ويستبقون الأمور بحيث أنه قبل أن ينهض هذا العقل يعني تابعه بالمخدرات وبالأشياء التي تنيمه إلى أبد الدار إذن كيف يمكن معالجة السلبيات في النظم التعليمية العربية برأيه؟ والله هذا الأمر يعني أمر جلل ومش أمر جهة محددة هذه إذا لم يجتمع العرب جميعا على ميثاق واحد على مناهج متشاكلة على يعني أنا برأيي أنه طالب التوجيهي في الأردن ينبغي أن يكون مثل طالب التوجيهي في العراق له معارف تقريبا متشابهة معه أن حين يهيأ الطالب للجامعة ليس كل طالب اجتازة توجيهية مهيأ أن يكون جامعي وليس كل طالب جامعي مهيأ أن يقدم الرسائل العليا أن نحن لا نهتم مثلا الصناعات تريد لها خرجين خاصين كل صناعة كل مجال مهني بدون خرجين خاصين نحن لا نهتم بألف فقط أفراد قلائل الذين يهيأون لأن يكونوا فلاسفة رأيت فبالتالي نحن في فقر مدقع إلى مثل هذا التوجيه لكن طبعا لا نستيس المشكلة الآن أنت ترى الأمة العربية الآن كل منها كل فرد في الأمة يعاند نفسه دعك من أقريبه دعك من الدول فيما بينها دعك من مجتمعات الفرق الدينية وما إلى ذلك نحن في حالة احتراب عجيب جدا يعني أشداء على بعضنا رحماء مع المستحمرين رحماء مع اليهود الآن نحن نسعى لأن يكون لنا إحنا الدين تحت ما يسمى الديانة الإبراهيمية معنا سيدنا إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلمة أي حوار هذا لا يوجد إلا دين واحد في الأرض هو دين الإسلام يقال بأنه الحوار المتمدن أي متمدن هو الحوار الذي بسبيله إلى أن نسلم أوطاننا جملة وتفصيلا للمستعمرين من أجل إسرائيل الكبرى فللأسف نواجه تحديات كثيرة أقلها هذا بالنسبة للتعليم العالي لكن نحن لا نعدم إرادات خيرة موجودة في العالم العربي لا نعدم وجود أفراد أفذاذ قلائل متفرقين لكن لا يحول لهم ولا طول للأسف وكما قلت لك أنا ما زلت أؤمن أن الهمال السياسية وراء كل ما نحن فيه من تردي في كل المجالات نعم أيضا لدينا كفاءات تحارب ويهاجرون إلى خارج بلدانهم العربية ما لا أسباب يا سيدي الكفاءات تحارب في مواطنها هاجر وأملم نهاجر يعني لا أريد أن تكلم عن شجن ذاتي إذا صح التعبير هذا أمر غير وارد لأنه نحن مشكلتنا عامة مشكلة الأمة مش مشكلة أفراد الأفراد فليذهبوا يعني لهم عند الله الأجر لكن نحن في العالم العربي حيث ما كانت هناك كفاءة فهي مدحورة إلى الصفوف الخلفية وحيث ما كان هناك مداهن أو منافق وهو مقدم في الصفوف الأمامية طيب لماذا؟ طيب لماذا؟ هل هل أخلاقية؟ لأننا نحن مستعمارين لو سمحت لأخلاق العبيد يعني نيسشي الفيلسوف الألماني كان يقول ما لا نريد أخلاق العبيد نريد أخلاق الأحرار وله عبارة جميلة يقول فيها هذه حضار غربية مجرمة لماذا؟ لأنها وأدت تلك المدنية العظيمة التي بناها رجال أحرار في الأندرس وهذا يحاء من نيسشي هذا الفيلسوف الألماني إلى أن المسلمين أقاموا حضارة أحرار في الأندرس لذلك نحن الآن عبيد كل مننا عبد لمجموعة من الشروط الموضعية المكبلة إله فلتالي لا تطلب من العبد أن يصنع أوطانا لا تطلب من العبد أن يبدع نحن كلمة السر في نهوضنا وفي حياتنا كلها إضافة إلى العقل والإيمان هي الحرية نحن بحاجة إلى الحرية في العالم العربي وأيما نظام عربي أو مجتمع عربي يدعي أن أفراده أحرار فينبغي أن يعيد النظر في نفسه لأن لو كنا أحرار ما كان يعني مآلنا إلى ما نحن فيه الآن برأيك أستاذ إبراهيم ما علاقة العلم بالوعي المجتمعي والأسيدي العلم يقدم لك طرائق ووسائل للتحقق من الأشياء العلم هذه مهمة لأن العلم ليس فلسفة العلم ليس فلسفة العلم يقدم لك كيفيات الأشياء ولكن الفلسفة تقدم لك غايات الأشياء العلم معني بالكيف الفلسفة أو الحكمة معنية بالغاية لماذا؟ أنا هنا في دائرة الكيف عملي كعلم كيفيات لكن الغايات أو لماذا هي الأمور هذا الفلسفة والدين تقدم الإجابة بس من يعني من عظيمة نعمة الله على المسلمين أن أتاهم بقرآن يتضمن كل ما يمكن أن تأتي به الحكمة والفلسفة من معاني ولكن مع تصويب وتزديد لها حتى لا تضل فنظرية المعرفة نملك أن ننطلق من القرآن الكريم في بنائها نظرية العلم حتى على العلم التجريبي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق هذا إذن في العالم التجريبي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم هذا في التاريخ وفلسفة التاريخ وهكذا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض هذا الفلك والفلائيات وكذا إذن كل أصول العلوم فيه هناك خواعد أساسية موجودة في القرآن الكريم فبحمد الله لنا كتاب يتضمن الحكمة وأسس العلم وأسس المعارف بشكل عام وهو يجعل المسلم ينطلق في الكون ليؤسس حضارة بني الإنسان فلذلك أنا من الذين يرون أنه لو عدمت كل الكتب في الأرض وبقي الكتاب الكريم كتاب القرآن لكان كافيا لبناء حضارة تكرم الإنسان نعم لديك أستاذ إبراهيم دراسة أسميتها الوعي المتمرد نعم لماذا؟ والله هذا كتاب كتاب الوعي المتمرد هو كتاب أظن صدر في أواخر السبعينيات وطبعت منه نسخ معدوذية أهدتها للناس الكتاب هدفه الرئيسي مواجهة الأيدولوجيا وانغلاق الأيدولوجيا لأن الأيدولوجيا تأتيك بنسق من الأفكار نسق محكم ولكنه مظلم وبالتالي قد تظن ابتداء أنه يأتيك بسقف أعلى ولكنه يأتيك بسقف يحطم الجنجم ويحطم الرأس ويمنع من التفكير مقولات ثابتة مقولبة استنساخ فكري وأيدولوجيا وبالتالي لا يسمح لك بالحركة في الوعي المتمرد أنا قدمت أساسه كانت محاضرة لي في رابطة الكتاب في الزرقاء بعنوان عن الحوار الفكري بهذا المعنى واشتردت أنا في الحوار الندية الذين يقولون أنه ثمت حوارا بيننا وبين الغرب كذبة لا يوجد حوار لماذا لأن الندية هي أول شروط الحوار ثانيا الحرية هل نحن أنداد الآن للغرب حين نحاوره نحن صدى فقط لما يقول لأنه هو الحاكم وأنا المحكوم هو المستعمر وأنا المستعمر فكيف سيكون حوار حريتي ليست معي الحوار يجب أن يكون متكافئ في تكافئ في حرية نعم وفي نشدان للحق لذلك في كتاب لابن الجوزي الكافية في الجذل الكافية في الجذل لإمام الجويني هذا الكتاب حققته الدكتورة فوقية حسين في مصر مصر ستظل مركز الثقافة العربية دائما حققته هذا الكتاب حين تقرأ هذا الكتاب ترى كل شروط الحوار الإنساني الحر في كل حضارة لأنه يضع هدفا للمتحاورين أو المتناظرين أن يصل إلى الحقيقة وليس فقط أن تكون صراع ديكة من أجل إثبات الذات لا الهدف الوصول للحقيقة ثم أعطى للجدل معنى غير الجدل بالمعنى الأرسطي المعنى الأرسطي أن هذا الجدل هو تحاور في مرحلة وسط بين اليقين الخطابي للدهماء وبين يقين البرهاني للفلاسف والعلماء فهو جاي وسط لكن في المعنى الذي يطرحه الإمام الجويني الجدل هو نشدان الحق أنت في حالة حوار مع الآخر من أجل نشدان الحق حتى إذا وجدت أنت الحق مع نظيرك فامضي معهم وسلم له لأنه أنت تريد الحق ولو جاء به غريمك فمعنى الجدل هو الآن معنى البرهان ليس معنى المجادلة والمماحك اللفظية أستاذ إبراهيم قبل أن نختم هل من كلمة تودون إلقاءها بهذه المناسبة؟ والله يا سيدي أنا حيث أنني أتكلم من فضائي الرافذين فأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتعافى العراق من قريب وأن يعود إلى تسلم راية النهضة العربية وأن ينتهي من كل مشاكله وأن ينتهي من الاستعمار سواء كان استعمار أمريكي أم إيراني أو ما شئت من كل ألوان الهيمنة التي تجتم على صدره وترين على قلبه وهذه أمنية أولى ثانيا أن يفكر الله أسر إخواننا في فلسطين الحبيبة لأنهم بقية الباقية من العرب الصالحين الآن يعني يقاتلون على ضعف العدى والناصر يقاتلون أشرس عدو لنا في العالم ويعني في ظهره أمم أخرى أيضا تظاهره وتعززه وهذه الأمنيتان الأمنيت الثالثة أن يستيقظ الوعي العربي على حقائق الأمة أساسا ثم على حقائق هذا العالم الذي يتربص بها ساعة إذن يمكن أن يكون إن شاء الله قريب أمل النهوض لهذه الأمة بإذنه تعالى إذن في ختام الحوار أشكرك شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم على هذا اللقاء حياك الله يا أستاذ مشاهدنا كان هذا لقاء مع الأستاذ إبراهيم العجلوني الأديب والمفكر والكاتب الصحفي الأردني المعروف حتى ألتقيكم في لقاء خاص مقبل لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا أستاذ اشتركوا في القناة شكرا جزيلا أستاذ اشتركوا في القناة